ايوة بس كده يبقى فيه مشكلة في اللي انت بتقولوه ده مشكلة ايه يا سامح الله احمد منفهمني ان المصلحة ماشية زال حلاوة وما جاب ليس سيرة اي مشاكل احمد نفسه ما عرفش حاجة عن المشكلة دي احادي الله تبت يعني ايه نسبتي ايه المشكلة يا محمد خلي بالك انا اللي حكمت بكده وانا اللي قلل وده احمد كان عايز يديني النص وانا قلت انه وينفعش الاسم على ثلاثة ما تهدى بقى يا عمد انت ساخنان علينا هميه يا اخوطي صوتك عشان ما تبتياع نفهم فيه ايه قول يا محمد فيه ايه الراجل الاسمه محلي ده عايز يديني البضاع زيادة عن سعرها وانا بقى فاشت معاها وبطول مشانا اخدها الا بالسعر القديم وهي بقى قديم مشكلة يا محمد خلاص انا هروح له وخلاص الحكاية دي معاني لا تروح له يوقع تعمل كده انت تتصغر لي ولا ايه انا خلاص عفلت معا السكة دي خارج يعني ايه انا مش فاهم المصطلحة بزت مكسب الفين ثلاثة في الاسبوع ضع علينا اسمع يا احمد انا ما نفعش معايا الكلام ده اهدى بقى يا حاج فاتحي الله انا اتفقت مع صباح اللي هي يا بنتم وصباح اللي هرحمها هي اللي هتورد لنا البضاع اللي احنا عايزينها والمفروض خدر كان جابه بس المظاهرات بدأت لا نفعش يا احمد احنا عايزين بضاع كتير قوي كل اسبوع ما اعتقدش ان الصباح هتقدر توفرها لنا يا جماعة مش عايزين نطلع منظرنا وحش قدام التجار كده هيجدوا من اي حد غيرنا اسمع بقى منك ليه انت شوفولكم حل في مشاكلكم دي اه انا عايز اتمن على فلوسي استمن يا حاج فاتح الله يبارك لك انا ومحمد النهاردة هنسافر وهنشوف ايه الحكاة ونحلها لا ساب لي محمد النهاردة انا عايزه ايه يا حاج خير في ايه خير ان شاء الله في ناس بعتين معايا فلوس من السعودية عايزين نروح لهم ونده لهم النهاردة اه فلوس ايه دي يا حاج جرالك ايه يا حاج فلوس يعني فلوس في حاج اسمعي فلوس ايه يا حاج ايه يا عم انا متضار من كده ايه دا شوية انا عايز اسأل يعني مصري ولا ريالات يا أصدق انت يا أصدق انت يا جدعة عندك يا جدعة التكة عن فرشة شوية انت ايه يا اخي استخدر الله العظيم عرب بتحسس عن حيطك بيبقى اصبر يا حاج بصبر علي وفي الاخر ابقاكم علي في الاخر لو انا هستنى بالاخر طب ايه في الباب انه الشغل بص منك بالاخر هعمل ايه انا ان شاء الله انام جنبك لغاية بتعيد الشغل اللي انت باوضته يا عم ما ترغيش ما ترغيش الشغل على طوما تسعتش عم التقفير حاضر يا عم حبش ايه قلت ايه حاضر يا عم حبشي يعني تقول لي حبشي حاضر وانا تقوح معايا وتقول لي في الاخر حبش ايه في الوقت ده يتغير هتقول لي يا محمد الخمس تلاف جنيه بتوع اللي اخدهم الحاج محي عملوا فرق بتلو خمسين جنيه ده عشان محي حرام انما هما كان ممكن اعملوا اكتر من كده بل كان ممكن يفريقوا معنا مية جنيه لو كنا استنينا للصبح بس لان انا لما سألت طلع الفرق سبع سياغ ومش خمسة سياغ زي ما الحرامي ده حاسب احمد سبع سياغ طب ما استميتوش ليه عمل قلق وغاغة انا كان نفس اخلص منه باي طريقة ابن الحرام ده على كده الفلوس ده اللي انا فكتها بما عرفتي كانت فرقت معايا كتير اقوي حاجة احنا معايا ايه معايا دي لا مفيش حاجة اسمها معايا مفيش حاجة اسمها انا وانت وهو في حاجة اسمها احنا كرارك يا لاملك بتبجح فيها كده ليش وبعدين المصلحة واحدة انا بس المشكلة للانفروس ده انا جيبها ريالات يعني لازم اوصلها لناس ريالات يا حاجة فاتحي اقول لهم في السعودية انك ريحتوهم حاولتوهم مصري بدل الشهطات اللي هالي وما يبقوا فيها في قصة التكسير والمظاهرات لا ده في حاجة كمان ده انت ممكن تقول لهم ان انا غيرتلكوا وتعيبتوا وجبتلكوا قرشين زيادة خدمتوكوا يعني لا 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 ملاش لزوم او بوضوع الزيادة ده انت عايز تفتح ان يوم علينا ليه ده كفاية او الكلام اللي قالوا محمد اه احنا رحمناهم الزحمة والمظاهرات والبهدلة كفاية او سباح سخف الريق خلاص بقا خلاص يا صباح لو سمحت ايه دي وكملني وتكمل ايه هي بتقول ايه دي انا مش فاهم حاجة عملة طاية وصلت ايه دي لو سمحت وقليلي ايه اللي حصل انا اقول لك يا ربطور يا سيدي انا مش عايز اسمع منك حاجة انا عايز اسمع منك بقا انا هيبهدت وهتقولني ايه اللي حصل موح يجالي هنا وهددني وقال لي هيخطف عيالي ويحرق قلبي عليهم لو اديتي حاجة للدكتور يا دكتور ده راجل مفتري وانا قلت لأستاذ محمد انه مش هيسيبنا في حل بعدين بقى انا مش قلت لك مش حزاس بح صوتك تاني لو سمحت اتفضل لي كاميل ايه اللي حصل روحت انا وخضر ولفنا على البلد كلتا وجبنا يجي نص الطلبات وتاني يوم ما حدش رد يدينا حاجة وحتى الناس اللي بعوننا بضاعتهم جم تاني عشان ياخدوه ويرجعونا الفلوس مش دكتور قالك اخرص اشكت خالص كمالها صباح قلت لهم مش هرجع الحاجة ومش عايزة فلوس وعملت معهم خناقة كبيرة قوي اموح يالله يخرب بيتو كان هيمدي ايدو علي ليه هي البلد دي ما فيهاش رجالة ولا ايه كلهم عاملوا زي النسوان اول ما شافوا موح يجايقوا معاه قطة رجالة طيب خلص يا صباح ايه دي انت وانا هتصرف هتتصرف هتعمل ايه يا دكتور مالكش دعوة هو دولاج الدكتور مش قالك مالكش دعوة ما تسكت بقى اسكت حاضر قليل يا صباح الحاجة اللي انت جبتيها فين شايلها جوه وقفل عليها ماشي النهاردة هتحملها يا خضرة وتروح بيها على مصر استنى تعالى هنا قليل والحاج موح يعرف مينين انك انت وصباح بيجيبوا البضاعة دي دي ايه مالك بلمتي ليه ما ترده على الدكتور انت مش قلت الاخرص لا يا حبيب ما تخرص المرض يرد بقى على الدكتور ما عرفش لا لا ما تعرفش ازي يا قد انت اوه في حد غيرك يعرف ان البضاعة دي جاية لنا صباح صباح معقولة صباح هتروح تقوله ان البضاعة دي بتاعت الدكتور وططة عيشها بيديها وانا شعرفنا انتا راجل ايرو طايلة في البلد ويعرف دابة الناملة طب بص بص يا قد انا مسامحة انت عارف ليه؟ عشان انت معذور انت عايز تثبت له ولاك عايز تثبت له انك الراجل بتاعه عشان يرجع يشغالك عنده تاني ماشي بس انتا كده احمر طب وليه الغلط ده يا دكتور؟ لان حضرتك طول ما انتا بتشتغل معاها هتفضل زي ما انتا كده اجرى دفتر؟ سيبوه اللي يجري ما يلزمناش احنا عايزين اتذكر اللي ما جريش يا حاج موحي انتا هتطربني بلدك وانا ايه؟ وفي اي حتة يا دكتور اللي حاربني في لقمة ايشي ويلعب من ورايا مالوش عندي غير الضرب وبالبلغة القديمة كمان ماشي شوف اه انتا عايز ايه واحنا نعمله على طب انك تمشي حالا من هنا ولا شوفش وشك تاني لانتا ولا قلاضيشة اه اه ماشي كان بس لي اضع هنا بعد اذنك اعني اخدها واتكل على الله على الله تاخد يا دكتور خد نفسك الاول انت ملكش اي اضع هنا انت زي ما جيت زي ما اقدمش امامي امامي حاجة امامي حاجة يا صباح البضاء اللي عندك اعتبريها بتاعتك اعملي فيها اللي انت عايزها لو فتحت بققك باي كلمة تانية اخلي الرجالة اكتسر الشون فوق المالك خلاصي بقى نسلم بقى كده نشوف حنا بيقف وبضاعتنا بتتاخد مننا قدام عينينا ونوف ما تفرق بالعكس بقى اللي عامله محي ده خدمنا ما ضرنا عشانا جرارك يا احمد سلامة عقلك ده ضرنا ونصت كمان ده خربتنا استنى بس علي يا حاجة فتح الله يبارك لك ده انا بحضر له مرزبة لو وقعت على راسه مش هيقوم منها تاني بس انتوا تسمعوا كلامك طب قول يا سيدي قول 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 احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعة لا من محي ولا من غيره هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي ارضنا طب وهي فين ارضنا دي بقى ان شاء الله يا ابن الجنية هنشتريها صح كده يا احمد يا حبيب اخويا الله ينور علي يا حاجة فتحي لا وهنشتريها في بلد محي وساعتها يبقى يوريني نفسه ايوة بس انت كده تبقى بتقف قدام القطر يا حبيب محيق رجالته مش هزكوته القطر ايه بس احنا يا ابني لو عملنا اللي بقولك عليه ده بعون الله هنركب الساروخ ولو ركبنا الساروخ القطر نفسه مش هيقفه صد ربنا يكرمك يا شيخ احمد الله يكرمك يا عميلة وما يكرمك بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه الله يبارك لك يا حاجة انتك تشاين يا زنود جراء ايه جراء ايه يا ابني الله انت عاوز تحرمني من خدمة بيت الله انت عايز خدمة تاني مكفايا الخدمة اللي انت فيها الله يبارك لك ويقضرك عليها يا الامامة سهلة ايوة بس ده ما يبنعش ان اساعي لا الله يبارك لك وانا مش عايز اتعامك لحاجة الله يكرمك الله يكرمك لا قولي يا شيخ عميلة هو مفيش هنا صندوق تبرعات والله يا شيخ احمد لا ياريت قولي يا دكتور عميلة دكتور هو حضرتك دكتور بطري وطبعا حضرتك بتسأل انا ليه اخترت البلد دي اعمل فيها اول مشاريع ياه ده انت كده قصرت علي السكة اوي يا ابني ليه بقى ان شاء الله رد الجميل يا سبنا سيدة من بلدكم من سنين طوي ده خطتها تقدرنا وانت نسيتها خلاص لحد ما جدني في المنام وخبطت على باب الدار فتحت العليت شعرها بكشوف واخدتني من يدي وجابتني هلانة دخلتني بيت ملوش لباب ولا بوابة دخلت جوه البيت قالت له السقف يا بصرايا ليتها راحت وراحت فين يا ابني مشيت ومن دين مسعدة اللي ربنا اكرمها بزيارتك في المنام اسمها المصابح كانت بتجينا زمان وهي محملة بكل الخير جبنا وزبدة وقشتها جيت ادور علي واعترت فيها يا ابني الله يرحمهم لاحسن مسواه امه صباح امه صباح ايوه افتكرتها يا دكتور دي كانت مرات جابر الغنيم يا الله يرحمه وثبت كمان وراها صباح ارمالة وليها عيلة لما وصلت هنا ما استغربتش البيت ولما دخلته لقيته هو نفس البيت اللي انا شفته في الرؤية ولما شفته صباح وعرفت انها ارمالة اتأكدت انها جتني في المنام عشان توصيني على صباح وعلى عيالي